اشتركوا في القناة بثمانية وعشرين في المئة لأسعار النفط خلال نوفمبر وأوبيك بلاس تؤجل اجتماعها يومين للمزيد من المشاورات ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواصل تعافيه من أزمة كوفيد ومن لندن نتابع متاجر دامنمد البريطانية تفشل في إيجاد مشتريين إذن باع كل من نتوست ماركت وبنك سنتندير كامل حصتهما في البنك السعودي البريطاني الساب والتي قدرت مجتمعة بحدود الخمسة فصلة ستة في المئة من رأس المال البنك وتمثل أكثر من مئة وخمسة عشر مليون سهم اشترى المساهمان الرئيسيان في البنك جزءا من هذه الحصة حيث رفع بنك HSBC حصته في البنك بواقع سبعة وثلاثين مليون سهم حيث أصبحت ملكيته في البنك واحد وثلاثين في المئة ارتفعت ملكية شركة العليان السعودية الاستمارية المحدودة في ساب لتتجاوز العشرين في المئة بعد شرائها اثنين واربعين مليون السهم بالطبع صفقة تم تنفيذها عند مستويات سهم دون سعر التداول وهذا اللي بخلينا نشوف انه السهم اليوم تراجع بحدود السبعة في المئة لا تأثير على بنك سندادير ولكن رقي نظرة عليه بالطبع السهم بيرتفع بأربعة فصل الستة في المئة سمعنا يوم أمس قرار مجلس هيئة سوق المال لإحالة 22 مستثمر لنيابة العامة بشبهة التحايل على الأنظمة وشملت تداولاتهم محلل الشباه على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري ومناتج عن ذلك من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ قدره مليار وثلاثمائة وثلاثون مليون ريال يشار إلى أن التداولات المشبوهة على سهم دار الأركان تمت ما بين أبريل عام 2017 وأبريل 2018 أسهم دار الأركان إذن القناة عليها في ظل استمرار الهيئة بفتح ملفات المخالفات بما يخص التداولات في سوق الأسهم السعودية سواء عن طريق أو القيام بطلبات بشكل منصق ما بين المستثمرين أو غيرها من العمليات المخالفة لنظام التداول الآن ننظر على تداولات سوق الأسهم السعودية بشكل مفصل المؤشر يوم أمس عاد إلى مستويات لم نراه منذ يونيو 2019 اليوم نرى تصحيح على مستوى المؤشر بعدما كنا تحدثنا عن حوالي 15 مليار ريال من التداولات 8700 نقطة لازمنا متماسكون عند هذه الأرقام ولكن نرى بعض الضغط على مستوى القطاعات القيادية نفصل هذه الأرقام إذن باقي القطاعات أيضا تسجل تراجعات المصارف ساب ضاغط بشكل رئيسي بعد هذه الصفقة يخسر حوالي واحد في المئة على مستوى تداولات قطاع تأمين نرى بعض الارتفاعات الوطنية للبناء والتسويق بتتراجع بأكثر من واحد في المئة قيام التداولات لحد هذه الساعة أيضا مرة أخرى أكثر من 15 مليار ريال إذن من حيث تدالوا التداولات سوف أيضا نبقي أعيننا على الأسهم الصغيرة اللي حضيت باهتمام من قبل المستثمرين خلال الأربع أشهر الماضية من حيث المضاربة بشكل رئيسي رؤينا تدوير السيلة والتركيز على هذه الأرقام اللي بعدها أتت الهيئة وأعلنت أنها تتابع هذه التداولات وسوف تخالف كل من قام بالمضاربة بشكل غير قانوني وهذه نظرة على قطاع الاتصالات في الإمارات حالة هيئة الأوراق المالية والسلع إحدى شركات المساهمة العامة إلى النيابة العامة بسبب قيام أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتعاون مع آخرين بالتصرف في بعض الأصول المملوكة لشركة دون اتباع الإجراءات المقررة قانونيا أوضحت الهيئة أن ذلك التصرف أدى إلى تكبد الشركة لخسائر كبيرة نتيجة لقرار استثماري متعلق بشركة مملوكة لها بالإضافة إلى تقديم بيانات غير صحيحة بالبيانات المالية للشركة لم تكشف الهيئة عن اسم الشركة المساهمة وتمت إحالة تلك المخالفات ومرتكبيها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوة الجزائية صوتت الجمعية العمومية لأرابتك بالرفض على مقترح من مساهمين يمثلون 5% من رأس مال الشركة لإلغاء قرار الجمعية العمومية بتاريخ 30 سبتمبر الخاص بتفويد مجلس إدارة وإعلان الإفلاس وتصفية الشركة رفضت الجمعية العمومية إلغاء القرار السابق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقيقية الحسابات سيشمل قرار التصفية كل من شركات أرابتك للإنشاءات والشركة العربية النمساوية للخرصان الجاهزة إضافة إلى أرابتك بريكاست ويشار إليها مجتمعة باسم الشركات المتأثرة أسواق الإمارات مغلقة بالطبع حتى نهاية هذا الأسبوع بمناسبة العيد الوطني نقل نظرة على مؤشرات السوق الكويت التي بالطبع نرى تعكس لنا الأبغريد للمؤشر تحت أسواق ناشئة اليوم نرى تصحيح كبير وأيضا نرى تراجع في قيم التداولات اليوم نتحدث عن حوالي 82 مليون دينار كويتي تم تنفيذها بالسوق يوم أمس الحديث كان عن دخول سيولة وإنفلوز باسيف بحدود 2 مليار دولار إذن بسوق الكويت وهذه نظرة على البنوك التي هي مدرجة الآن تحت MSCI Emerging Markets ضغط كان عليها اليوم معدى بنك الخليج الذي أضاف حوالي 3% أجلتي أيضا اليوم أنهت الجلسة على تبات على كل في لقاء سابق خلال اليوم قال النعمان خالد وهو مساعد مدير محل الاقتصاد الكل في أرقام Capital إن جزءا كبيرا من الاستثمارات النشطاء يصل إلى 5 مليارات دولار قد دخل إلى السوق الكويتية بالفعل قبل الانضمام الرسمي إلى مؤشر MSCI أسواق ناشئة تجاه السوق كويتي والمؤشر الرئيسي في جلسة مبارح وجلسة اليوم يدي إشارة وإيه اللي حصل بالضبط نحن نتوقع أن الفترة الأخيرة مقبل الانكلوجين في عام 2020 وعام 2019 بالفعل دخل جزء كبير جدا من الاستثمارات النشطة أو الـ Active Funds كما تسمى وبالأخص في 2019 لأنه زي ما هيك عارفة كان الانكلوجين ما عاده السابق هو مايو 2020 فبنعتقد أنه جزء كبير جدا من الاستثمارات النشطة دخلت بالفعل ما قبل الانكلوجين دي أو قبل مبارح وجاني عملية جاني الأرباح بالفعل أيضا تمت قبل جلسة مبارح فنعتقد أن الجزء الأكبر ما بين 4 على 5 مليار دولار الـ Active Funds أو الاستثمارات النشطة دخلت بالفعل في عام 2020 و2019 وحصل جاني الأرباح أورادي الأرقام مبارح كلها هي الأرقام اللي بالتأكيد هي بس الـ 2.6 أو الـ 2.7 مليار دولار استثمارات الـ Active Funds واللي هي لازم تدخل يوم المعلن من قبل مورجن ستانلي اللي هو كان يوم آخر يوم في شهر نوفمبر التصحيح القوي اللي شفناه بالسوق كيف تفسره؟ هل خروج ما نشوفه من صندوق النشطة ولح تستمر بعملية الخروج أم ماذا؟ بصحيك هو يعني المستثمرين المستثمرين أو الاستثمار النشطة الـ Active Funds ليهم رؤية مختلفة فكان فيه بعض السندية الاستثمار ومدرين السندية شايفين أنه وجود أسهمهم أو وجود استثمراتهم لحد وضع الإنكلوجين هيحسن من أرباحهم الفترة القادمة وعلى اعتبار أنه اللي شفناه في قطر والإمارات والسعودية أنا دايماً مع التقارب من الإنكلوجين دي بيكون فيه ارتفاعات في الأسهم فأعتقد دي كانت الاستراتيجي اللي شفنا مبارح من خلالها بعض التقارب والمستثمرين وكان في الاستراتيجي الأخرى أنه لا فيه بعض المستثمرين خلاص اكتفوا بالأرباح اللي قدروا يعملوها في 2019 ونص الأولاني من 2020 قبل قدوم أو حدوث أحداث الكورونا والردي حصل جاني الأرباح في النص الأولاني من 2020 فأعتقد أن مرحل التصحيح وهو برضو مش تصحيح عنيف يعني وطبعاً مفاجأة كانت أنه ما فيش أي طلوع أو نمو في مستوى الأسهم بالذات الأسهم الضخمة اللي احنا كنا متوقعين لها انفلوز كبير فده معناها باختصار حجم الأموال اللي تضخط من خلال الأكتف فانز كانت أعلى بكثير من اللي تضخط في الباكس باسف فانز والضخط من قبلها بفترة كبيرة وحصل أورادي جاني للأرباح في أخبار يسواق النفط أرجعت منظمة أوبيك والمنتجين من خارجها محادثات بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2021 إلى الثالث من دستمبر الجاري وذلك لإتاحة الوقت لمزيد من المشاورات بين الإعضاء وقد كان من المقرر أن تعقد مجموعة أوبيك بلاس اجتماعها اليوم يأتي هذا التأجيل أيضا بسبب عدم توصل أعضاء منظمة أوبيك إلى اتفاق بشأن إمكانية تمديد مستوى الإنتاج الحالي لثلاثة أشهر أخرى يذكر أن الخفض الحالي لمستوى الإنتاج لأوبيك بلاس يبلغ 7.7 مليون برميل يوميا من مستويات أبريل الماضي ننق نظر على أسعار النفط التي شهدت شهر جيد جدا شهر نوفمبر نحن مرتفعين بـ 27% نتحدث عن بول ماركت إذا ما قصنا أداء أسعار النفط على مستوى برانتو نايمكس لشهر نوفمبر تفاعل إيجابي جدا مع الفاكسينز وأيضا تفاعل مع التزام أعضاء أوبيك بلاس ولكن الآن نتحدث بالطبع عن تأجيل أخذ القرار بما يخص سياسة أوبيك بلاس للربع الأول من 2021 كان لنا لقاء سابق مع كامل الحرمي والذي قال أنه يجب على أوبيك بلاس الإبقاء على تخفيضات النفط الحالية مضيفا أن أسعار النفط الحالية عند 48 دولار للبرميل تعتبر مناسبة جدا نعتقد لا يوجد أي جديد على الإنتاج ومن الأفضل البقاء على الإنتاج الحالي والخفض الحالي لأن الآن السعار ممتازة ملائمة 48 دولار البرميل واحد لخام برينت المشكلة عند هذا المعدل هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار وزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي وهذه هي المشكلة طبعا هناك في خلاف داخل منظمة حول عدم امتثال دول من داخل مخارج أوبك بالالتزام المطلق الصارم بالإنتاج مثل روسيا بحوالي 400 ألف برميل العراق وناجيريا وهذه الدول لا تلام عند هذه المعدلات هي تريد أن تزيد من إنتاجها أو لا تلتزم الالتزام المطلق لأن السعر مغري وهذا هو الخوف في نفس الوقت إذا فعلا خفضت يعني خفضت أو زاء لا عفوا زادت إنتاجها بمعدل 2 مليون أوبك هذا سوف يؤدي إلى أعتقد أنه انخفاض في سعر البرميل وهذا ليس لصالح المنظمة فمن الأفضل يعني تأجيل اجتماعهم لفترات قادمة يمكن لبداية العام القادم حتى نرى الأسواق أكثر وأحسن خصوصا مع بعدين دخول الكورونا ليس دخول الكورونا فعلا بدأ لقينا الفاكسين حق الكورونا عدم الاتفاق هو شيء سيء أنا أعتقد أنه هو الخوف أيضا أخت الكريه هو المشكلة أن أبو ظبي تريد التزام كامل مطلق لأن أبو ظبي أيضا يعني الآن اكتشفت كميات من النفط الخام ولهذا السبب تريد أيضا هي أن تزيد من إنتاجها فهذه دليمة حق كل دول أوبك السعر مغري والكل عادي يزيد إنتاجها فعندك مشكلة يعني دور السعودي اليوم رح يكون أكبر دور السعودي رح يكون أكبر في محاولة تقارب وجهات النظر حتى يعني نصل إلى المعدل الحالي الممتاز يعني 8 أو 40 دولار ممتاز السعر معطيات الحالية وعدم وجود زيادة في الطلب العالمي وهناك انخفاض بحوالي 10 مليون برميل من نفط الخام من مستوى العام الماضي المعدل هذا ممتاز لكن ما يعني هناك وجهات نظر أخرى داخل أوبك والكل يريد أن يلتزم والكل أيضا ويريد أيضا في نفس الوقت عدم الالتزام لأن السعر مغري برأييين المعدلات الأربعين دولار يعني أربعين خمسة أربعين دولار يعني المعدل الحالي 47 أو 48 أي معدل فوق لن نراه الآن إذا عدم حصل عدم التزام لن نراه الآن الآن 48 سعر أيضا مغري لمنتج النفط الصخري الأمريكي إنتاج الصخر الأمريكي نخفض بحوالي 3 مليون برميل نأخذ فاصل قصير نتابعوا بعده في جرس الإطلاق توسعات ضخمة للسكك الحديدية في مصر وعقد مرتقب بخمسة مليارات دولار الخط السادس لمترو الأنفاق مشاهدين أهلنا بكم مجددا إلى مصر حيث قال وزير النقل الكامل أن بلاده تمضي قدما في خطة توسعة شبكات المترو والسكك الحديدية وتقترب من إبرام اتفاق مع شركة بكتل بقيمة 5 مليارات دولار لتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق هذا وكشف وزير النقل أن مصر جمعت تمويلا لخط المترو من كندا وأمريكا وبريطانيا إضافة إلى فرنسا واليابان عشار الوزير أن معظم مشاريع النقل الكبرى والتي تضم أيضا الموانئ الجافة والنقل النهري يجب أن تنتهي بحلول نهاية 20-24 أيضا بدأ مجلس الوزراء مناقشة برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد والتي تتضمن تعديل التشريعات الحاكمة للصناعة وتنويع ورفع كفاءة المنتج السياحي وتطوير قطاع التشييد والبناء وذلك في إطار تنويع الهيكل الإنتاجي وزيادة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد وزيرة التخطيط والتنمية قالت وهي رئيسة أيضا لمجلس إدارة صندوق مصر السيادي قالت أن الصندوق يمتلك حاليا أربعة صناديق فرعية تركز على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة والأدوية كما يبحث الصندوق الصحي مجموعة من الفرص الاستثمارية بقطاع المستشفيات والشركات على كل المزيد حول برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر تنضمي لي مباشرة من القاهرة الدكتورة هالا سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعلى كل دكتورة هالا بداية أبارك لك اختيارك كأفضل وزيرة عربية في جائزة التميز الحكومي مبروك ودعينا نبدأ بالمرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي واللي سيتم إعلانه عنه قريبا ما فلسفة المرحلة الثانية وأهم محاورها وماذا يتم الإطلاق أولا ألا يبارك في حضرتك بشكرك وبشكر طبعا دولة الإمارات على هذا التقدير وهو تقدير لمصر والجهود اللي قامت بيها مصر في الفترة الأخيرة والإصلاحات الكثيرة الغير مسبوقة اللي تمت وأيضا هو تقدير الحقيقة للمرأة المصرية والمرأة العربية اللي تبوأت مناصب كثيرة واللي بتحظى في مصر بدعم سياسي غير مسبوك خلينا نقول الجزء الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي مصر زي ما هيك عارفة بدأت في برنامج إصلاح الاقتصادي من 2016 عشان تعالج مجموعة من الاختلالات الموجودة في الاقتصاد المصري فكان فيه إصلاح نقدي وإصلاح مالي والحمد لله هذه الإصلاحات تكللت بالنجاح وقدرنا أنه يمكن الدولة الوحيدة في المنطقة لديها معدل نمو الاقتصادي موجب لأنه برنامج الإصلاح إدانا مساحة مالية نستطيع أن نساند فيها عدد كبير جدا من القطاعات وبالتالي قدرنا أيضا أنه ندخ حجم كبير من الاستثمارات وندخ أيضا زيادة في المعاشات وزيادة في الدخول عشان ندفع بالنمو الاستهلاكي المرحلة الثانية من الإصلاح هي مرحلة إصلاح حيكالي إصلاح حيكالي لأنه ندخل النهاردة في الاقتصاد ما يطلق عليه الاقتصاد الحقيقي اللي هو تنوية حيكا للإنتاج نحن النهاردة نتكلم على أن معدلات النمو بيقودها طبعا قطاع التشييد والبناء بيقودها قطاع الزراعة بيقودها قطاع السياحة في مصر بيقودها أيضا قطاع النقل واللوجستيات وقطاع الاتصالات نحن النهاردة نتكلم على مزيد من النمو لقطاع الصناعة مزيد من نمو لقطاع الاتصالات مزيد من نمو لقطاع الزراعي والقطاع التشييد والبناء أيضا لأن هذا القطاع النهاردة حجم مع سوق كبيرة فيها 100 مليون مواطن هيفضل باستمرار موفر لفرص العمل وهو أيضا قطاع مرتبط بقطاعات أخرى ومشغل لقطاعات أخرى فإحنا بنبص النهاردة على تلات البرنامج بيشمل تلات محاور أساسية المحور الأول هو تنوية هيكل الإنتاج عشان نضمن أن يكون هناك فرص عمل لائقة حيث عارفة أن سوء العمل في مصر والحمد لله معدلات البطالة انخفضت ويمكن أكبر انخفاض بتشهده مصر على مدى السنوات الماضية نحن نتكلم على أقل من 7.5% ولكن نتكلم على مزيد من فرص عمل لائقة تتناسب مع التطور الديناميكي وعلى التطور الموجود في التكنولوجيا فأيضا في تركيز كبير جدا على سوء العمل وعلى أن نقلل من حجم القطاع الغير رسمي في مصر دكتورة هلا وضحتي لربما مزيد من القطاع الخاص مساهمته في عملية التنمية وهنا صندوق مصر السيادي بيلعب دور هام جدا خلينا نوقف عند القطاعات وبعدين هنمر للصندوق السيادي ذكرت القطاعات اللي ركزت عليها الحكومة بشكل واضح وهنا سؤالي كم هي حجم الاستثمارات التي تم دخها للمضي قدما في سياسة الحكومة المصرية على مستوى الدعم الاقتصاد طبعا إحنا الدولة وهكذا عارفة طبعا الدول بتعيد ترتيب أولوياتها والدولة بيبقى لها دور هام جدا في مرحلة الأزمات وفي حالة عدم اليقين فالدولة المصرية النهاردة زودت الاستثمارات في حدود 35% كإجمالي كاستثمارات حكومية نتكلم على 580 استثمارات عامة نتكلم على زيادة في استثمارات قطاع الاتصالات 300% قطاع التعليم العالمية 100% وقطاع السحة نتكلم على زيادة 80% وقطاع التعليم ما قبل الجميعي نتكلم على 45% فإحنا في زيادة في حوالي لما نتكلم على متوسط هذه القطاعات اللي لها أولوية النهاردة اللي هي بترتبط ببناء الإنسان واللي هي لها مرونة لدفع عاجلة الاقتصاد نتكلم على 75% زيادة في هذه القطاعات فقط عشان نقدر أن نحن النهاردة الدولة استثمارات العامة لها دور مهم جدا في ظل حالة عدم وضوح الرؤية وفي ظل وجود أزمة غير مسبوقة بتعصف بالإنسانية كلها دكتورة هالة دعينا نتحدث الآن عن الصندوق السيادي بصفتك رئيس الصندوق لماذا أولا ما هي أهم شركات مع الصندوق في المنطقة ولماذا تم إيقاف المفاوضات مع نظيره العماني الحقيقة فيه مجموعة كبيرة جدا زي ما هيك تفضلتي الصندوق أنشأ مجموعة من الصندوق الفرعية وهذه الصندوق الفرعية الصندوق كأحد الأذراع الاستثمارية الهمة للدولة هو بيتوافق مع رؤية الدولة بيتوافق مع خطة الدولة هو صندوق النهاردة بيساند الدولة في تحقيق رؤيتها وفي تحقيق برنامج عمل الحكومة وفي تحقيق خطة الدولة فنهاردة هذا الصندوق تم إنشاء هذه السندوق الفرعية عشان تكمل هذا الدور نحن نتكلم النهاردة على مزيد من مشاركة القطاع الخاص بدأنا في توطين الصناعة الثقيلة من خلال المشروع الخاص بأول مشروع للسكك الحديدية والعربات الخاصة بالعربات السكك الحديدية وعربات مترو الأنفاء وعربات الترام وده سيتم النهاردة وجوده بالشراكة بين الصندوق وتحالف النهاردة أربع شركات وطنية القطاع الخاص فيها بيستحوذ في هذه الشركة على 75% من استثمارات هذه الشركة بالإضافة للصندوق والهيئة الاقتصادية لقناة السويس نتكلم أيضا على مجموعة من الاستثمارات في قطاع الاستثمارات المالية والتكنولوجية لأنه طبعا بيتفق مع رؤية الدولة بالإضافة إلى استثمارات في مجال البنية التحتية محطات التحلية ومحطات المعالجة ده أيضا استثمار كبير جدا للدولة دولة بتضخ في كل عام حجم كبير جدا مئات المليارات من الاستثمارات فإحنا محتاجين مزيد من المشاركة وطبعا الإدارة من القطاع الخاص بتبقى هامة جدا في هذا المجال فإحنا بنتعاون مع القطاع الخاص عندنا شراكة مع الجانب الإماراتي عندنا شراكة مع مجموعة من الدول الأجنبية عندنا أيضا شراكة مع استثمار خاص محلي الحقيقة يعني توقف الاتثمار مع الجانب العماني إحنا هنرجع نتصل بهم ونشوف إذا كان فيه هناك فرصة ولكن يعني لم يكن هناك سبب معين غير أنه هو يعني ما كانش فيه اتصال الفترة اللي فاتت أو هو توقف الاتصال دكتورة هلا بشكل سريع اختبار كوفيد اختبار صعب على العالم كله وسؤالي لك هل تغيرت استراتيجية صندوق السيادي على خلفية ما تابعناه من جائحة كورونا طبعا زي ما حكيت فضلتي الجائحة غير مسبوقة وبتعصف بالإنسانية وبتضع العالم كله في حالة من عدم اليقين إيه اللي هيحصل بعد كده ففي ظل هذه الظروف طبعا كان لابد للسندوق أنه هو يتجه إلى الاستثمار في القطاع السياحي في القطاع أنا أسفة في القطاع الصحي يتجه إلى الاستثمار في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية لأنه هو ده المستقبل النهاردة ويمكن يعني فيه قطاعات معينة وإحنا بننعم في الاقتصاد المصري بأن هذا الاقتصاد اقتصاد متنوع ففيه قطاعات بيحصل لها ما يطلق عليه المعجل يبقى فيه أكسلريتر للنمو في هذا القطاع زي قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات زي قطاع الزراعة هذه قطاعات أثبتت قدر عالي جدا من المرونة وقدر عالي جدا من التكيف بحيث أنه معدل النمو في هذه القطاعات استمر في الزيادة رغم الجائحة وطبعا القطاع السحي فيه زيادة فيه سواء كان في الاستثمارات أو في حجم الإنفاق الحكومي والإنفاق الخاص فكل هذه القطاعات الثلاثة طبعا أخذوا أولوية جبيرة جدا من صندوق مصر السيادي بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين المحلين ومجموعة من الاستثمارات الإقليمية والدولية دكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط وتنمية الاقتصادية شكرا جزيلا لك نفا طارق فايد رئيس بنك القاهرة في لقاء مع العربية خطة البنك للتوجه للطرح العام في الربع الأول من العام المقبل مشيرا إلى إرجاء عمليات الطرح إلى حين تحسن ظروف السوق يعني طبعا موضوع الكورونا طبعا يعني من أول يمكن مارس طبعا كان فيه تأثر كبير فيه يعني الوضع الاقتصادي مش في مصر بس ولكن في دول العالم كلها ولكن الحمد لله بفضل هذه الخطة يدرنا أن احنا نستوعب ونمتص هذه الصدمة بشكل كبير ونحقق نتائج أعمال جيدة نعكست على النمو الميزانية بشكل عام الحمد لله حفظنا على نمو جيد فيه القروض والوديع بالإضافة إلى طبعا تحقيق نتائج أعمال على مستوى إرادات التشغيل الحمد لله يعني فيه نمو في أول تسعة تشهر فيه صافي إرادات التشغيل حوالي 25% ده طبعا إنجاز جيد جدا يمكن بيحطنا فيه يعني من أكتر البنوك اللي حققت نمو فيه الإرادات التشغيل وطبعا الحمد لله برضو انعكس على صافي الأرباح أن احنا قدرنا أن احنا يعني حوالي 2.5 مليار جنيه أرباح في تسعة شهور بالنسبة للمخصصات هل تم زيادة المخصصات قلال الربع الأخير طبعا إحنا كان مهم جدا نحنا نتحوط لهذه الأزمة طبعا نحنا الحمد لله في الربع الأول والتاني والتالت طبعا كنا نتحوط بأن احنا بناخد مخصصات عالية بس الحمد لله بعد ما انتهت المهلة بتاعت البنك المركزي لست شهور يعني الحمد لله لقينا فيه انتظام بشكل كبير في السداد لكافة عملائنا سواء عملاء تجزاء مصرفية أو شركات أو تمويلات متوسطة وصغيرة والحقيقة احنا طبعا كان مهم جدا ان احنا نقف خلف عملائنا خلال الأزمة يعني من خلال منح تسلات وان احنا لنا نتوقف من عملية المنح عشان ده دورنا يعني كبنك وطني لخدمة الاقتصاد بشكل عام وان احنا نضمن ان عاجلة الانتاج والعمالة تبقى مستمرة بالنسبة لخطة طرح البنك امتى ممكن يتم والنسبة هل ممكن تغيرها طبعا احنا طبعا كنا حطين يعني خطة للطرح كانت في بداية العام طبعا الظروف الحالية بتاعت كورونا طبعا اجلت عملية الطرح يمكن عملية الطرح مرة اخرى هتبقى هنعيد درستها مع تعافي الأسواق بشكل عام سواء الأسواق هنا في مصر او الأسواق العالمية فكل ده مرتبط بشكل كبير بالتحسن في الوضع البورصات والأسواق العالمية بشكل عام يعني مش ممكن انه يتم في الربع الاول من السنة لسه كله مرتبط بزي ما بقولك تعافي الأسواق ان احنا نشوف اداء افضل للأسواق بشكل عام نقل الصين حيث نمى القطاع الصناعي الخاصة في نوفمبر الماضي بأسرع وطيرة في عشرة اعوام في وقت يواصل فيه ثاني اكبر اقتصاد في العالم تعافيه من ازمة كورونا ارتفع مؤشر جيكزين ماركت لمديري المشتريات التصنيعي من 53.6 نقاط في اكتوبر الى 54.9 نقاط في نوفمبر ليأتي اعلى من توقعات المحللين والبالغة 53.5 نقاط هذا ومن المتوقع ان ينمو الاقتصاد الصيني بحوالي 2% هذا العام وهو اضعف نمو منذ عام 1976 اذا الاسواق الاسيوية نق نظر عليها في هذه الجلسة لارتفاعات مستمرة نبدأ اول جلسة لشهر ديسمبر ايضا بمومنتم ايجابي يقوده بالطبع الثقة المعززة ما بين المستثمرين بما يخص انتاج وتوزيع اللقاح خلال هذا الشهر في مختلف الدول حول العالم الاداء الشهري للأسواق الاسيوية ايضا شهدت ارتفاعات جيدة ارتفاع شهية اخذ المخاطر خلتنا نتحدث ان التوبيكس اليوم او خلال شهر نوفمبر اضاف 11% الهانكسين ايضا ارتفاعات تلامس 10% بينما الكوزبي اضاف 324 نقطة اذا بالعودة الى موضوع النفط والخبر الابرز حيث تم تأجيل منظمة اوبيك والمنتجين من خارجها محادثات بشأن سياسة انتاج النفط لعام 2021 الى الثالث من دستمبر وذلك لاساحة المزيد من الوقت من المشاورات بين الاعضاء المزيد حول ذلك ينضم الي من الذمام عبدالعزيز المقبل وهو كاتب اقتصادي مختص في صناعة النفطية سيد عبدالعزيز اهلا بك اذا كان من الواضح ان المشاورات والاجتماعات اللي بتصير تحت مظلة اوبيك بلس فيها شيء من العرقلة او التحديات نتذكر مع بعض تصريحات وزير الطاقة والذي ذكر انه يجب على الجميع الالتزام بحصاصهم وايضا الاستمرار في التخفيض لكي نتماشى مع الوصول الى مستوى متوازن في سوق النفط هل تعتقد انه سنسمع عدم المضي قدما ومن تعتقد يعرقل هذه المشاورات شكرا استضافة سيدة فاطمة لربما الاوضح من خلافات اوبيك بلس هو الخلافات في داخل بيت اوبيك نفسها والاعضاء من نفسها بل المفاجئة هو ان اجتماع الامس حصل هناك لربما اختلاف وجهات النظر في بيت اوبيك من داخلها ومراجعة لبدء العمل بالاتفاق منذ شهر مايو معظم التجاوزات في الانتاج حصلت من اعضاء داخل اوبيك وليس الاعضاء من الخارج لذلك اجتماع امس لربما كان عاصفا بعض الشيء ولكن الاكيد ان هناك نية لتقدم باحراز تقدم في هذا الملف ولكن تبدو الاختلافات في ما هي الالية الجديدة ايضا الالية التي تم العمل بها منذ شهر مايو وصولا الى شهر نوفمبر ادت بلاء جيدا في الاسواق وفي ايضا الصناعة النفطية ولكن كيف هو المضي الى الامام وكيف هي التوقعات وكيف هو البناء للخفض او عدم الخفض بناء على كيف تتم قراءة السوق المادي اكثر من التوقعات بالتحسن او عدم اذا هل تتوقع ان يتم الاستمرار في الخفض وادخال ثلاثة شهر الاولى على الاقل من 2021 لربما تحديد الفترة الزمنية بكونها شهر او شهرين او ثلاثة او ستة اشهر من المبكر ان نعلم اذا كان هذا من المطروح او لا ولكن حتى التفاؤل الذي طغى في الاسواق وكان معنويا بصفة اكثر لا يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار حتى يكون هناك قياس فعلي لردة فعل الاسواق من ناحية الطلب وتحسن القطاعات المتعثرة اتحدث هنا عن النقل الجوي بشكل اكبر وايضا قطاعات اخرى متعثرة مثل السياحة والخدمات التصنيعية بشكل اكبر هذا بما يخص التوقعات اللي يمكن نسمعها خلال الايام القادمة من الاجتماع المؤجل لأوبيك بلاس الآن خلينا نتحدث على ما هو على الارض من حيث الواقع نعم اخبار اللقاح دفعت اسعار النفط بشكل رئيسي خلال شهر نوفمبر لكي نراها بتسجل ارتفاعات فوق 27% الآن المومنتم بيصير اكثر لانه بدأنا نسمع انه حيكون في انتاج وبداية التلقيح بدءا من اواخر شهر ديسمبر ويستمر خلال العام القادم ولكن السؤال هنا هل هذا كافي لكي نرى تغيير في الاساسيات اللي بتأثر على اسعار النفط بتأثر على السوق نسمعنا الكثير من ستيتسمينت من قبل كبرى شركات قطاع الطيران وغيرها من القطاعات اللي بتعتمد على النفط بشكل آخر انه الريكوفري حتاخذ وقت شوي صحيح اوافقك الرئيسة فاطمة ايضا علينا ان نستذكر ان وقت وضع هذا الاتفاق في شهر ابريل كانت التوقعات بان اللقاح سيكون جاهز في شهر سبتمبر ولكنه لم يجهز حتى نهاية شهر نوفمبر لذلك كانت هناك اجتماعات متواصلة شهريا لمراجعة كيف اداء الاتفاقية وكيف قياس السوق المادي والتفاعل معه التفاعل في وجهة نظري في هذا التوقيت قبل التنبؤ بالسوق المادي وكيف يتفاعل قد يكون مجازفة كبيرة ايضا في النصف الاول من عام 2020 كنا في سبلاي سير بلس فائض انتاجي فائض في المعروض الان في النصف الثاني من العام نحن في عجز في المعروض ولكن ايضا علينا ان نستذكر ان حتى مع تحسن الطلب سعة الطلب المتوقعة تغيرت هناك ما يقارب 13 مصفاة تم اغلاقها خلال شهر نوفمبر واكتوبر لذلك هناك سعة معينة قد يصل لها الطلب وهناك سعة قد لا يصل لها الطلب اعتقد ان استباق هذا الوضع سيكون مجازفة من جهات اوبك ولكن نراقب المشهد ونراقب كيف يكون التفاعل مع الاشارات المادية للسوق اكثر من التوقع عبدالعزيز المقبل كنت معي من الذمام شكرا جزيلا لك ايضا اغلاق سوق الاسهم السعودية الآن على الشاشة بالكاد نتخلى عن حوالي 0.3% ولكن الاهم من ذلك هو استمرار مراقبتنا للسيولة التي يتم ضخها في سوق الاسهم السعودية اليوم نتحدث تقريبا عن 16.5 مليار ريال تم تنفيذها كالصفقات في سوق الاسهم على مستوى القطاعات القيادية رأينا بعض الضغط البنوك كانت ايضا اثرت على المؤشر السوق ساب من بين الاسهم لتراجع اليوم على خلفية صفقة العليان بشكل رئيسي ناخد فاصل قصير نتابع بعده في جرس الاغلاق انتعاش المبيعات عبر الانترنت خلال موسم التسوق في الولايات المتحدة شاهدين اهلنا بكم مجددا وصلت مبيعات الجمعة السوداء في امريكا عبر الانترنت الى 9 مليارات دولار كما ان مبيعات عيد الشكر تجاوزت ال 5 مليارات دولار خلال العام واليوم تتشه الانظار الى مبيعات سايبر مندي وهو اكبر حدث للتسوق في امريكا على الاطلاق نتابع انطلقت فعالية سايبر مندي قبل ساعات قليلة وهو احد ايام التسوق المشهورة في امريكا يصادف اول اثنين بعد عيد الشكر وبلاك فرايدي تقليديا كانت خصوم بلاك فرايدي تركز على المحلات التجارية وسايبر مندي مختص في التخفيضات عبر الانترنت الان كلاهما يركزان على البيع عبر الانترنت ويصبحان اكبر وابكر مع مرور كل عام بحسب ادوبي بلغت مبيعة بلاك فرايدي في امريكا عبر الانترنت تسعة مليارات دولار هذا العام بارتفاع بأكثر من واحد وعشرين في المئة عن العام السابق هذا الرقم يجعل الجمعة السوداء في الوقت الحالي على الاقل ثانية اكبر يوم انفاق عبر الانترنت في تاريخ امريكا بعد عام 2019 سايبر مندي نشهد موسم عطلة قياسي من حيث الانفاق على التسوق عبر الانترنت وجمعة السوداء ونتوقع ان يصل الانفاق الى 189 مليار دولار لموسم العطلة باكمله وهو ما يمثل نحو عامين من النمو حافظت الهواتف الذكية على حصة الاسد من المبيعات عبر الانترنت بثلاثة مليارات وستة ملايين دولار هذا العام بزيادة سنوية قدرها خمسة وعشرون في المئة كما اشارت ادوبي الى ان حجم المبيعات في امريكا عبر المواقع التي تتعقبها يصل الى ستة ملايين وثلاثمائة الف دولار في الدقيقة يوم الجمعة السوداء ايضا نمت نسبة عمليات التسليم البديلة وهي علامة على نضوج مساحة التجارة الالكترونية بحسب الخبراء اذ ارتفعت عمليات الاستلامي داخل المتاجر او من على رصيف المتجر بنسبة 52% عن العام الماضي كما تتوقع ادوبي ان يشهد سايبر موندي العام الحالي انفاقا يتراوح بين 10 مليارات وثمانمائة مليون دولار واثني عشر مليارا وسبعمائة مليون دولار ما زالت بعض طوابير الانتظار حاضرة للتسوق في موسم الاعياد هذا العام ولكن صور التدافع باتت شيئا من الماضي سمر الماشطة العربية فعلا صور التدافع صارت شيئا من الماضي على كل المزيد حول مبيعات موسم نهاية العام والتسوق عبر الانترنت تنضم لي زميلتي سمر الماشطة سمر اهلا بك قبل ان اتحدث عن سايبر موندي وبلاك فريدي وغيره تابعت الاخبار ديبن هامس يغلق ابوابه واللي اهم من ذلك هي مجموعة اركاديا اللي بتمتلك شركات لربما او برندات تستحود على اهتمام الشباب توب شوب وغيرها اب تو ديت من قمة الفاشن ولكن على ما يبدو انه الديناميكيات قطاع التزي يتغير وبشكل سريع على الارض صحيح فاطمة بالفعل يمكن بدأنا بهذه التغييرات قبل كورونا حتى يعني كورونا يمكن قدمتها خمس او ست سنوات الى الامام ولكن بدأنا بهذه التغييرات من حتى قبل كورونا عندك مثلا اندي تكس اللي تمتلك زايرة وبرشكا وغيرها اغلقت اكثر من 90% من محالها التجارية حول العالم وتنوي استثمار مليارين و700 مليون يورو لتحويل 25% من مبيعاتها عبر الانترنت بحلول 2022 ايضا كما رأينا في التقرير هذه فترة مواسم التسوق في امريكا او حتى اوروبا بسبب موسم الاعياد وعيد الشكر ونهاية السنة وغيرها اليوم قبل قليل اعلنت امازون ان هذا كان افضل موسم تسوق في تاريخ الشركة حتى الان ايضا كانت مبيعات الاعمال المستقلة على امازون وصلت الى نحو 5 مليارات دولار في بلاك فرايدي وسايبر موندي سمر اللي انا كذلك لاحظتوا انه كم الايميلات اللي صارنا نستقبله على بلاك فرايدي وسايبر موندي اكبر بكثير من اللي كان السنوات الماضية ومن شركات لكي بامرائضة ايضا او شركات لم نتسوق عبر الانترنت لأجلها كنا نروح للمحل مباشرة وبالتالي لوجيستيكلي اذا ما تحدثنا عن الشحن لكل هالكميات اللي متوقعة يتم شراءها هل الشركات جاهزة هل هم بيتماشوا مع التطور السريع اللي بيصير على قطاع تجزئ الان نعم ما فعلته الشركات هو بدء مواسم التسوق هذه لتوزيع الزخم منذ فترة يعني حتى قبل الـ التي تقام فيها عادة بلاك فرايدي وسايبر موندي صارنا فترة نشهد مواسم تسوق لفترة الاعياد لتوزيع الزخم ايضا قامت شركات مثل فاديكس ويو بي اس بتعيين مئة وسبعين الف عامل موسمي اضافي فقط لتوزيع الزخم مثل ما قلنا وللتماشي مع الطلب ايضا هنا امازون اعلنت الأسبوع الماضي بانها زادت الساعة الاستيعابية في الامارات بخمسة واربعين في المئة الساعة التخزينية وايضا توظيف الفين عامل موسمي اضافي لمقابلة الزخم الذي يحدث في المنطقة سمر الماجتة شكرا جزيلا لك شكرا فاطمة اذا المشاهدين نذكر بالخبر الابرز وهو ما قاله متحدث باسم سلسلة متاجر ديمينهامز ان الشركة قررت المضي قدما في تصفية وذلك بعد فشل المفاوضات لانقاذها من المتوقع ان تبدأ سلسلة المتاجر بتخفيض اعداد الموظفي لديها في المملكة المتحدة وبيع مخزونها من السلع مع التوجه الى الاغلاق الكامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى زميلة كارينا من لندن كارينا اهلا بك مجددا الاخبار من قطاع التزدئة ليست بالجيدة لربما الخبر الاجابي الوحيد هو اللي اسمعناه من منظمة التعاون والتنمية ان الاقتصاد العالمي سيعود لمستويات ما قبل الجائحة بنهاية 2021 نتمنى ذلك ولكن يمكن مع عدد بطالة كبير ديمينهامز بتخلى على الالاف من الوظائف طوب شوب واركيديا الكثير من الشركات ولا ربما اللائحة لازلت طويلة هذا صحيح فاطمة نحن نتحدث عن تقريبا 25 الف وظيفة مهددة 13 الف في شركة اركيديا و12 الف في ديمينمز ربما مصير العاملين في شركة اركيديا في امل ان يوصلون عملهم بشكل او باخر اذا ما كان هناك شاري للعلامات المختلفة التي تمتلكها شركة اركيديا بطبع علامة مثل طوب شوب لها قيمة سوقية عالية جدا اكيد سيكون في اقبال على شراءها كل هذه العلامات تأتي تحت مضالة مجموعة اركيديا والامل انه سيكون هناك شاري ولكن ربما مصير دابنمز هو الذي كان مختلف لانه هي اشهرت افلاسها في شهر ابريل وكانت تبحث عن شاري وما حدث هو انه الشاري الاخير المتبقي انصحب لماذا يجب ان نوضح فاطمة للمشاهدين ان هناك علاقة مكملة بين شركتين دابنمز واركيديا لانه دابنمز تعتمد على علامات اركيديا لتحسيد تقريبا 5% من اجمال اراداتها وداخل متاجر دابنمز كان فيه اجزاء مخصصة لبيع علامات توب شوب وغيرها دورثي بيركنز وما الى ذلك فمع انهيار اركيديا هذا دفع اخر شاري الملياردير البريطاني مايك اشلي صاحب جي دي سبورس للانسحاب لانه لم يرى اي جدوى في شراء دابنمز بعد اشهار افلاس شركة اركيديا فواضح جدا هذه العلاقة المكملة والتحديات الكبيرة التي يواجه القطاع اليوم ولكن انت تحدثت هناك بعض الايجابيات منظمة التنمية والتعاون تتحدث عن انه النمو في الاقتصاد العالمي اجماليا بنهاية السنة القادمة سيصل الى 4.2% وان الاقتصاد هذه السنة العالمي اشتركوا في القناة